الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن عناية صندوق التقاعد وزارة الدفاع بقضية الابتزاز ألكتروني هو اهتمام في محله لأن القضية جديرة بالعناية وأن تتضافر عليها الجهود ولي هنا بضع كلمات أما الكلمة الأولى فهي لمن كان يحتمل أن يكون ضحية لأي نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني خلقيا كان أو ماليا أو متعلقا بأمن المعلومات أو ما سوى ذلك إن كنت قد وقعت في خطأ ذكرا كنت أو أنثى فاعلم أن عليك أن تبادر إلى التوبة فما من أحد من بني البشر إلا وهو خطاء سوى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ففي الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولذلك فاعلم أنه ما من أحد يسلم من الوقوع في شيء من الهنات أو الأخطاء أو المعاصي لكن لا يصح له أن يتمادى في خطائه وغيه وضلاله بل عليه أن يبادر إلى التوبة وليثق في أن رحمة الله تبارك وتعالى غامرة شاملة وأنه بعودته إلى ربه سبحانه وتعالى يغنم محبته ورضاه لأن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا تتمادى في خطائك وأقلع عما وقعت فيه واعلم أن ذلك الذي يحاول ابتزازك إنما ينطلق من ضعف وإلا ما سعى إلى هذه الطرق والوسائل وإلى الغش والاحتيال والتزوير والسعي إلى الابتزاز فثق فقة تامة أن الله تبارك وتعالى بتوبتك النصوح وإنابتك إليه وامتناعك عن الاستجابة لمطالب التحايل والابتزاز سوف يكون معك وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاستتر بستر الله عز وجل ولا تخشى من العواقب التي يهددك بها ذلك الذي يحاول ابتزازك فإن الفضيحة في الآخرة أشد وأعظم وحينما تزداد من الأخطاء وتتمادى في الاستجابة للمطالب فهذا يعني الازدياد من الإثم والوزر والعياذ بالله وما هكذا يريد المؤمن لنفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه حينئذ سيعيش في ضنك واضطراب وقلق بعيد عن الله تبارك وتعالى وسيقدم التنازلات بعد التنازلات فلا تخش شيئا وكن واثقا من معية الله عز وجل لك حينما تأوب إليه وتتوب توبة نصوحا وهنا كلمة أيضا للوالدين والأسرة وللمجتمع عموما كونوا أعوان خير ونصحة لمن يمكن أن يكون ضحية للابتزاز أعينوه على الخلاص من الخطأ الذي وقع فيه ولا تكون عونا عليه لأن يستجيب لطلبات أولئك الذين يبتزون وذلك بالوقوف معه وبمناصحته وبنصرته وبإعادة الثقة إلى نفسه وطمأنة قلبه وهذا يمتد ليشمل التوجيه الصحيح لكيفية استخدام وسائل التواصل المعاصرة فإن كثيرا من ضحايا الابتزاز لا يعرفون مهارات التعامل مع وسائل التواصل الحديثة فيقعون بذلك ضحايا أخبروهم أن يقولوا لا للغرباء وأن لا يدخلوا في حوارات ونقاشات إلا مع من يعرفون هوياتهم وأن يكون حديثهم في ما ينفع ويفيد لا في القضايا الخاصة أو أن يكشف لهم ما يمكن أن يعد بعد ذلك سببا لابتزازهم لقنوهم الآداب والأخلاق الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع هذه الوسائل المعاصرة وأما ضعاف النفوس الذين تجرئهم نفوسهم إلى ابتزاز الآخرين والاحتيال عليهم فليعلم أن من ورائهم رقيبا حسيبا وأنهم ينشرون في الأرض الفساد وقد توعد الله تبارك وتعالى أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بعذاب أليم في الآخرة وعد هذا الصنف من الناس من الذين يحاربون الله ورسوله وينشرون في الأرض الفساد فليتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم وليعلموا أن حبل هذا التحاير والابتزاز قصير فإنهم فضلا عن سخط الله تبارك وتعالى وغضبه دائما ما يقعون في تناول يد القانون والقضاء ولا يصلون إلى مبتغاهم فليتقوا الله تبارك وتعالى وليعودوا إلى التوبة النصوح وإلى ترك هذه الطرق والوسائل التي حرمها ربنا جل وعلا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر